السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحرك بشكل مباشر للغاية في مواجهة الصين للدرجة أن هي أصدر التعليمات للاتحاد الأوروبي أن نحن بصدد اتخاذ قرارات لفرض عقوبات على دولة الصين مثلما فرضنا هذه العقوبات على روسيا نفس النموذج بتاع التحرك في مواجهة روسيا قررت الولايات المتحدة الأمريكية وقرر للتحاد الأوروبي أن هما يطبقوه على الصين الصين أطلقت تحذيرات خلال الساعات القليلة الماضية وقالت أمريكا خلي بالك مش هنسمح بأنك تتحجمي دور الصين خلال المرحلة القليلة القادمة وإلا هتبقى كارسة الصدمات والحروب بدأت تشتعل ما بين الأطراف الثلاثة اشتعلت مسبقا أو اشتعلت سابقا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا حاليا بدأت تشتعل ما بين أمريكا وما بين الصين حاليا دلوقتي التلاتة الكبار أصبحوا في مواجهة بعضيهم الدنيا والعة وكالة بلومبرج نزلت تقرير كشفت فيه الصطار عن تفاصيل ذلك الذي يحدث منذ ساعات قليلة تقرير الوكالة الأمريكية قال أن أمريكا اقترحت على الحلفاء الأوروبيين لاستفادة من نظام مراقبة الصادرات اللي بيستخدم لمعاقبة روسيا عقب غزو أوكرانيا من أجل استهداف الصين أيضا يعني يا جماعة نفس النموذج اللي احنا بنطبقه على روسيا عاوزين نطبقه على الصين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ده التقرير بتاع بلومبرج بتستكشف تبني الإجراءات ذاتها لتعزيز القيود الخاصة على الصادرات للصين جات الصين أصدرت بيان من خلال وزارة الخارجية الصينية حيث حذرت وزارة الخارجية الصينية من محاولات أمريكا احتواء وتحجيم الصين وتجنب وضع العراقيل قدام العلاقات ما بين البلدين ثم البيان بتاع وزارة الخارجية الصينية قالت وقال أن وانجي وزارة الخارجية الصين اتصل بأنتوني بلينكين وزارة الخارجية الأمريكي وحذره من فرض قيود على الصين وقال أن الصين لن تلتزم الصم تحذير مباشر من قبل دولة الصين للولايات المتحدة الأمريكية سؤال يا جماعة هو القيادات الأمريكية غبية إلى درجة أن هي تفتح النار بنفس الطريقة دية وبنفس الشاكلة دية وتولع الدنيا في التو واللحظة ما بينها وما بين كل الكبار إيه الغباء ده؟ وزارة الخارجية الروسي سيرجي لفرف صرح مجموعة من التصريحات تعقيبا على ذلك الذي حدث قال أن الغرب بصفة عامة بيستخدم أكثر الأسليب غير النزيهة في علاقته مع روسيا والصين في محاولة منه للحفاظ على هيمنته شفت حضرتكم خلاصة القضية على رأي نزار قباني زي ما قال خلاصة القضية توجز في عبارة لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية ده بيقول كده عن العرب وبناء عليه خلاصة القضية هنا إن الغرب بيستخدم أكثر الأسليب غير النزيهة في علاقته مع روسيا والصين في سبيل أن هو يضمن الهيمنة بتاعته وقال إن الغرب بيحاول الحفاظ على الهيمنة دية بشكل متشنج ويستخدم أكثر الأسليب غير النزيهة فيما يتعلق بروسيا والصين اللي بيعتبر هما خصمين رئيسيين ثم قال طبعا وده كشف السطار عن التحرك الصيني الروسي أو التقارب الصيني الروسي لمواجهة ذلك الذي يحدث قال إن روسيا والصين بيقوموا حاليا في ظل هذه الظروف بتنسيق وسيق بينهم في السياسة الخارجية وقال إن الصلة ما بين الصين وروسيا هي أحد العوامل الرئيسية في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية وتشكيل نظام علام ومتعدد الأقطاب قد ثر عدلا يعني التقارب الصيني الروسي بيضمن التعددية القطبية هو ده اللي إحنا دايما كنا بنؤكد عليه على إن إحنا كعرب وكل العرب بلا استثناء وكل الدول الضعيفة الطبيعة إن هي بتدعم روسيا وبيهمها الانتصار الروسي ليه؟ الانتصار الروسي فيه ضمانة لوجود تعددية أقطاب وبالتالي نضمن عدم انفراض الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام العالمي كله وبالتالي ما تفردش علينا أي شروط على غرار روسيا مقترح أمريكي بفرض قيود أوروبية على صادرات الصين رسالة تحذير صينية الأمريكا نرفض الاحتواء والتحجيم ده اللي قالته الصين لينكن يبحث مع نظيره الصيني ابقاء خطوط الاتصال مفتوحة ما بين البلدين سيرجي لافروف الغرب يستخدم أكتر الأسليب غير النزيهة ضد روسيا والصين للحفاظ على الهيمنة بتاعته دية المنشتات اللي بتؤكد صدق ذلك الذي طرحناه منذ قليل وطبعا بتكشف السطارة عن المواجهات اللي بدأت تشتعل ما بين الكبار وبين بعضيهم طبعا أنا مش عارف يعني بجد أمريكا غبية جدا وأعتقد لما هنريك سينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق لما قال بالحرف الواحد إن قيادات البيت الأبيض أثبتوا إن هم مجموعة من الحمقة في مواجهة أزمة روسيا وأوكرانيا الراجل ده كان عنده قع أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر